بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من رمضان الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد فإن شهر رمضان وسيلة لإصلاح الأفراد والجماعات إصلاح الأمة عموما وإصلاح الأفراد وذلك باحترام هذا الشهر وتقدير هذا الشهر تخصيصه بما خصصه الله به فهو شهر الصيام هو شهر القيام هو شهر تلاوة القرآن هو شهر إطعام الطعام هو شهر الخيرات الكثيرة فعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا الذي مكنه من هذا الشهر وعاش إلى أن أدركه يعتبر هذا نعمة عظيمة كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان لعلمهم بفضله وسعة خيره فهم يهتمون به ويترقبون دخوله ويجتهدون فيه الأعمال الصالحة هكذا كان حال السلف الصالح أما من يجعل رمضان شهرا للغفلة وللنوم والكسل فهذا حرمان عظيم وهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فشهر رمضان من حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهم شعائر الله عز وجل فعلى المسلم أن يعرف قدر هذا الشهر وأن يستغله بما هويئ له من الخير والعبادات والطاعات اختلاف أنواعها فالله جل وعلا يسر الأمر للأغنياء وللفقراء وللمتوسطين يسر الأمر فلا ينسى الإنسان نفسه من أبواب الخير في هذا الشهر من أي باب من أبواب الخير وإذا استغل هذا الشهر من جميع أبواب الخير فإنه يكون ذلك أعظم شهر الصدقة شهر الطاعة شهر تلاوة القرآن شهر قيام الليل يكون ذلك أفضل فيستغل هذه الخيرات في شهر رمضان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة مخصصة منها باب الريان الذي للصائمين ومنها شهر الجهاد ومنها شهر فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس على الإنسان يا رسول الله غضاباً يدخل من أي هذه الأبواب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلمين يدعون من هذه الأبواب على حسب الأعمال منهم من يدعى من باب الصيام ومنهم من يدعى من باب القيام ومنهم من يدعى من باب الجهاد قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ليس على المؤمن غضابها أن يدعى من أيها ولكن هل يدعى منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم أن أبا بكر رضي الله عنه يعمل خيرات كثيرة فيدعى من جميع أبواب الجنة في هذا الشهر فعلى المسلم أن يجتهد في طلب الخير وأن يدخل من هذه الأبواب إلى الجنة يدخلها بالأعمال الصالحة لا بالتمني ولا بالكسل وإنما بالأعمال الصالحة يدخل من هذه الأبواب وقد يدخل منها جميعا ويدعى منها جميعا كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه فعلى المسلم أنه يجتهد بما يسر الله له من أنواع الخير ويكثر من ذلك وهو شهر وضعيف راحل ليس طويلا ولكنه مبارك مع قلة أيامه فإن فضائله كثيرة خيراته عظيمة فعلى المسلم أن يحمد الله عز وجل أن بلغه شهر الرمضان وأن يجتهد فيه بأنواع العبادة والطاعة لا مانع أن الإنسان ينام جزءا من الوقت ينوي بذلك النشاط على العبادة ينوي بذلك قيام الليل استعين به على قيام الليل وأما من يملأ بطنه بالطعام والشراب وينام في كل اليوم حتى عن صلاة الفرائض لا يصلها لا في وقتها ولا مع الجماعة فإذا قام صلاها في غير أوقاتها ويقول نصائم أن تضيعت أفضل من الصيام وهو الصلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة فأل المسلم أن لا يكون من هؤلاء وأن يشهط على العبادة وعلى الطاعة وعلى الخير وأن ينام النوم الذي يعين على طاعة الله سبحانه ينام في القيلولة ينام من الليل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمر قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ثم إنه سبحانه يسر ونسخ ذلك بقول فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر استغفروا الله إن الله غفور رحيم فعلى المسلم أن يجعل هذا الشهر موسما للعبادة والخير والطاعة لا موسما للكسل والنوم والشبع والري وتناول المشتهيات لأن الناس يعدون الأطعمة والأشربة ويشترون البضايع الكثيرة من الأسواق لشهر رمضان كان شهر رمضان شهر الأكل والشرب ما كأنه شهر العبادة والصيام أسأل الله يوفق الجميع للخير والطاعة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر